كشفت وكالة رويترز عن تعطل خدمة موقع تويتر لألاف المستخدمين في أنحاء العالم في أول خلل من نوعه منذ فبراير وفقا لموقع يتتبع قطاع خدمة الإنترنت وذكر موقع داون ديتاكتر الذي يتتبع حالات قطاع خدمة الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمة منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضا عن تعطل تويتر